بس فيه لقطة تانية مهمة أحمد لقطة تحكين لقطة الحكم فيكتور جميس اللي هو بالنسبالي أنا شخصيا حكم يكاد يكون بعيد بمسافة كبيرة قوي عن أقرب المنافسين اللي داخل القارة قوة البدنية دايماً فت قريب من أي لعبة يا قسيم قريب من أي لعبة وكل ده اللي بيخليك ذهنياً حاضر في المباراة فعشان كده لما شفنا قراره المهمة جداً لو عرضنا الصورة واللقطة اللي مع المساعد اللي مش أي حكم ممكن يكون بالوعي ده في القرار طبعاً أنت بتتكلم أن الحكم بتاع الساحة يحق ليه إلغاء قرار الحكم المساعد هنا هو حكم الراية رفع التسلل في كرة مروان ولكن إزاي فيكتور جميس ما شفش الحكم رفع الراية فوقع في نفس الخطأ أنه ما يستناش الفار فيصفر واللعبة شغالة يبقى ضيع على النادي الأهل هدف دي لقطات يحمد شديدة الخصوصية لأنه مش أي حكم يعرف يعمل ده شفنا نوعية تانية من التحكيم وشفنا فيكتور جميس اللي في رأيي هو قب بعد عن نهاية البطولة أو في رأيي أنا بقى أن حرمنا منه في وجوده في النهاية أنا أعرف أني برضو دي وجهة نظرك لأن طبعاً لقطة مهمة جداً وأعتقد طبعاً القرى بالمليمتر يعني لكن هدف صحيح والأهم في الموضوع برضو عشان نكون واضحين لما روان وقف على القرى على الراية ولا حارس مرمى الوداد وقف على الراية وده طبعاً عشان ما كانش فيه صفارة والحمد لله اتحسب الهدف وفتح طبعاً المجال للفوز بنتيجة 3-1 عشان يكون مجموعة اللقاءين 5-1 والأهم كمان جربنا أو ريحنا بعض اللعابين الأسيين زي الشناوي وعدد كبير ونزلنا 5 تغريرات كان واضح جداً أن أنت بتهايق لعبتك للمباراة النهاية